لم يستطع أحد أن يقف في وجهه فما أن يخالفه أحد من الرعية إلا ويكتب له الرحيل على الفور من الدنيا فبمجرد ما كان يذكر اسم الحجاج بن يوسف الثقافي في أرض إلا وارتجفت خوفاً مما سيحل بها لكن رجلاً وحيداً استطاع أن يقف بوجهه بل وبعض طول فراق والاحتماء بمكة في ظل الحرم كتبت المواجهة بين الرجلين لينتهي اللقاء برحيل خصم الحجاج لكن المفاجأة بما فعله هذا العبد الصالح مع الحجاج فما سر رحيل بن يوسف الثقافي بعد قضائه عليه بحوالي 15 يوماً وكيف ظهر ذلك الرجل للحجاج بعد الرحيل الحجاج بن يوسف الثقافي تعددت مواقفه ولم تكن أوامر نهاية الحياة إلا بمجرد إشارة منه لرجاله فكل من يعارضه يقترب أجله من النهاية فزمن الحجاج لا يزال يسيطر على مخيلة كل شعوب العالم بأنه كان جبروتاً يمشي على الأرض فما أن يطأ بلداً من البلدان إلا وذهب بعض شعبها إلى الاختباء والبعض الآخر بات مصيره المحتوم على بعد خطوات لكن رجلاً واحداً هو من استطاع أن يقف في وجه طيار الحجاج فرغم أن ابن يوسف الثقافي قضى عليه إلا أنه بعد رحيله بحوالي 15 يوماً لحق به المفتري الذي ظل طوال تلك الأيام يرعبه الرجل الصالح في منامه فما قصته هذا الرجل الصالح؟ خليفة عبد الله بن عباس فكان أصحابه يصفونه بأنه جامع العلوم فكان في الفقه أفضل الفقهاء وفي الحديث يروع عنه بل واللغة لا تصح إلا بين يديه القرآن كان تفسيره له ينقله أتباعه عنه فكان من الجيل الثالث من التابعين حتى وصفه بعض الناس بأنه كاد يصل إلى درجة الأنبياء إنه سعيد بن جبير الوحيد الذي أدخل الخوف والفزع إلى قلب الرجل الذي لم يرحم رعيته بل وأي بلد يدخلها الحجاج بن يوسف الثقافي فقيل إن الحجاج حينما علم ببراعة وعلم وفقه بن جبير فظل يتتبع تحركاته حتى وصل سعيد إلى مكة للاختباء من بطش الحجاج وحينما طال به الفراق والبعد عن الحجاج قال لأتباعه إنه سيخضع لأمر الله ويرضى بقضائه لقاء مرتقب بين جامع العلوم والحجاج الذي عاس في الأرض فسادا فبت يقضي على هؤلاء ويتعقب خطوات هؤلاء دخل سعيد بن جبير إلى الحجاج بن يوسف الثقافي في لحظة توقفت فيها عجلة التاريخ عن الدوران رجل صالح يقف أمام حاكم يحكم بالظن ويصدر أوامره اللحظية لإنهاء حياة أي إنسان يعارضه فبعد منظرة طويلة بين الرجلين أمر الحجاج بالقضاء على سعيد إلا أنه وقبل رحيله دعا على الحجاج بأن لا يرحل أحد على يده بعده فروي أن الحجاج لم يدم بعد سعيد إلا خمسة عشر يوما فقط وقيل إنه ظل لأربعين يوما يردد مالي ولسعيد بن جبير فكلما أردت النوم أخذ برجلي ثم يأخذ بمجمع ثوبي فيستيقظ الحجاج مزعورا وهو يقول مالي ولسعيد بن جبير ترجمة نانسي قنقر